اشتركوا في القناة مرسوم رقم 21-47 باقتراح من وزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحاء الحرب يرسم بما يلي المادة الأولى تم ترقية العقيد علي كلتو شايمي بالقوات المسلحة والأمن إلى رتبة عميد بصفة استثنائية المادة الثانية الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحاء الحرب ووزير المالية والميزانية مكلفان كلا حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي يسري مفعوله هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أن جمين بتاريخ 24 نوفمبر 2017 توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي الأمير العام الدائم لمجموعة حركة مكافحة تبيض الأموال في إفريقيا حيث تناولت المقابلة بعض القضايا التي تخص المجموعة تقرير الحبيب حامد محمد رفع تقارير المجموعة ونشاطها في مكافحة تبيض الأموال في دول وسط أفريقيا والتي يخشى منها بأن تساعد على تمويل الإرهاب في المنطقة هي بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخام الرئيس الجمهورية مع وفد الحركة من أجل مكافحة تبيض الأموال في دول وسط أفريقيا برأسة السيد ديزي رينبور وخلال نصف ساعة تقريبا نخش الوفد مع فخامته أهم تطورات مكافحة تبيض الأموال في دول وسط أفريقيا وكذلك تم التطرق إلى ما جاء من توصيات في عدد من القمم لمنظمة السماك والتي تهتم بهذا الخصوص باعتبار أن فخام الرئيس الجمهورية ديبيد نو هو الرئيس الدوري لمنظمة السماك والتي عقدت قمة استثنائية في العاصمة أنجمينة في أواخر شهر أكتوبر الماضي ومن ضمن القرارات التي تقزت على هامش القمة هي مكافحة الجريم المنظم والإرهاب بما فيها تبيض الأموال سواء الخاصة أو الأموال العامة وعقب المقابلة قد سيد مبوك تيزيري على التعاون المستمر بين المجموعة والبلاد وكذلك الدور الريادية التي تلعبه البلاد في مكافحة الإرهاب في المنطقة وضمن مكافحة الإرهاب هو سرقة المال العام وتهريبه ومن ثم تبيضه وهذا يضر بدول الإقليم كثيرا وقال سيد مبوك بأن فترة مهامه كأمينا دائما للمجموعة وصل إلى نهاية فترته لهذا انتهز الفرصة ليخبر فخمته بهذا الشيء المقابلة كانت بحضور عدد من مستشاري رئيس الجمهورية بالآمنة العامة والمكتب المدني كما استقبل صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية دريس دبيتنو بمكتبه أعضاء النقاب الوطنية للأساتذة والباحثين في التعليم العالي تطرقت المقابلة أسباب الإضراب ودفع المستحقات والعلواء الحبيب حامد للمرة الثانية العمل على تهريات الأوضاء والمشاكل العالقة في التعليم العالي والبحث العلمي والرجوع قليلا من أحوال الباحثين والمتعاقدين ورفع الأضراب هو الغرض من المقابلة التي جمعت فخامة الرئيس الجمهورية دريس دبيتنو صباح اليوم مع النقابة الوطنية للمدرسين والباحثين في التعليم الآلي والتي دعت في وقت سابق لإضراب من 27 من أكتوبر المنصرم والسبب هو المطالب بالعلاوات والمستحقات الأخرى وكذلك دفع عجور الامتحانات ورواتب المدرسين المتعاقدين مع وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ولكن مقابلة اليوم أزلت كل الغيوم والصحب المخيمة في سماء التعليم العالي حيث أكد فخام الرئيس الجمهورية دريس دبيتنو في هذه المقابلة للنقابة بأن الحكومة تعمل حاليا على وضع حلول نهائية لمشاكل المؤخرات وخاصة مؤخرات التعليم العالي وهذا سيكون في أوائل شهر ديسمبر القادم المقابلة كانت بحضور البروفيسور مكاي حسن تايسو وزير التعليم العالي والبحث والابتكار ترحت ملفات أخرى أيضا وأبرزها مشاكل المنح الدراسية ونسريات الامتحانات والبحوث وغيرها ويقول الأمين العام للنقابة الوطنين الأساتسة والباحثين الدكتور محمد نور أحمد الرفاعي أن الغيوم زالت في هذه المقابلة وسنرفع الإضراب طالما وجدنا حقوقنا وحقوق المتعاقلين والعروات والمحاقات الأخرى الحمد لله لما توصلنا إلى حلول أن الرئيس الجمهورية أدى وامر وتنفذ في الأيام المقبلة أن يبدأ التكفى بتاع الأريري والسلالة للمعلمين إن شاء الله في بداية ديسمبر في بداية ديسمبر وإن شاء الله يكمل كل المتأخرات والعريري في خلال شهر أو شهرين ويكمل ومن أجديد بالذكرى أن النقابة الوطنية ستكتمع مع عضائها مرة أخرى وفي وقت لاحق للنظر في المسألة من أجل إيجاد حل عاجل لرفع الإضراب لتجري سفينة التعليم العالي إلى مجراها الصحيح حتى تحط رحالها في مرس الأمان